فيه أكيد ذكريات خلف الكاميرات وكواليس أشياء إحنا ما بنعرفها كمشاهدين إحنا بنحضر المسلسل بس ما بنعرف شو بصير من ذكريات وكواليس نحكي عن الكواليس خلف الكاميرات والتصوير مع الفنانة مديحة كامل بصي الفنانة مديحة كامل كانت بني أدماء جميلة جدا وما كانش عندها مثلا مش حاسة أنا مديحة كامل ولا الكلام ما عنداش كان الكلام ده خالص وبعدين مرة أعزمتنا في البيت عندها بعد فيلم الملف في الأداب لما خلصناه وكده شخصية يعني لذيذة متصلحة مع نفسها بسيطة وحيات كتير قوي بجواها كانت جميلة يعني أكيد طيب أنا عايزة يعني أعرف برضو يعني وجود فنان كبير زي يعني والدك العظيم عثمان محمد علي إيه اللي تعلمتي منه يعني إيه اللي خدتي منه تعلمت إن أنا أولا تعلمت الالتزام جدا بابا ملتزم كان الله يرحمه بمواعيده زيادة عن اللزوم حتى يعني لازم يروح في معاده أو قبل معاده ومش عارف إيه والكلام ده الالتزام بالمواعيد والحاجات دي في الشغل ده كان موجود عند بابا تعلمت منه كمان إن أنا لما أعمل حاجة يعني أعملها حقيقة اللي هو أحط نفسي مطرح الشخصية اللي أنا بلعبها علشان لما يعني لما أقولها أو لما أحاول أوصلها للجمهور توصل إن هي فعلا دي دي فلان الفلانية أو دي الشخصية اللي إحنا بنقدمها ليهم مش إن ممثلة بتمثلها فهو كان برضو كده يعني كان بابا عنده إحساس عالي وكان عنده اللي هو إن هو يبقى صادق في المهنة بتاعته صادق في تقديم الدور فالحاجات دي كلها أعتقد إنها بتفرق مع الفنان أول دوره عملتي وكنت أكيد الواحد لما يبقى أبوه في المهنة يبقى أهير وأبوه لكن كمان يبقى عامل حسابه مرتين يعني مرة إن هو فنان ناقد ناقد ومرة برضو إنه يعني الأب بيبقى فرحم ببنته بس إيه أول دور لما عملتي إيه أول الحاجات وتعليقاته كانت عليك يعمل ازاي؟ بوسي هو أنا عملت معاه مصرحية أنا وهو كان اسمها الأستاذ كان مصطفى سعد هو اللي كاتبها وهو المخرج بتاعها كانت في مصرحة غرفة كنت تاني بقى وهو مباشرة بنشتغل مع بعض فهو يعني كفنان ما بيديش يعني بيدي الراحة النفسية للفنان اللي قدامه أيا كان مش دروي تكون بنته بس يعني فما بالك لو بنته قدامه بيبقى برضو يعني إيه مديها الثقة مديها إنه هما الاتنين يبقوا زي ما كرة بينج بونج بينهم وبين بعض الحوار يعني ما بيعملش رهبة هو بشكل عام لأي بالعكس كان مريح جدا الله يرحمه يحسن إليه كان مريح قوي قوي في الشغل مع الآخرين فطبعا أنا كان معايا الحمد لله طبعا كان يعني كان عملنا شغل حلو مع بعض لأنه إحنا الاتنين حسنا إن إحنا مفيش طبعا وأب وبنته مفيش بينهم إن هما مش عارفين بعض أو بلسه بياخدوا على بعض يعني فيه راحة أكيد فيه راحة أكيد بالنسبة للشغل بتاعي أنا اللي أنا بعمله يعني بحس إنه هو بيبقى مبسوط إنه هو كل الحاجات اللي هو علمها لي أو اللي أنا اللي جوايا منه منه ورستي لي كلها بحاول حققها للجمهور قد ما أقدر آه أكيد رسالة رسالة يعني وكأنه الفن رسالة آه طبعا رسالة طبعا رسالة يعني هون فيه أهداف وفيه رسالة توارستيها من والدك وبتكمل الرسالة لأجيال تانية بزاف 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 بزاف